بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أهلا وسهلا فيكم طلابي الأول ثانوي العلمي بالدرس الثالث اللي هو حل متباينات خطية بمتغيرين بيانيا الآن يا جماعة إحنا أخذنا أو ناقشنا أغلب أفكار الدرس بالفيديو السابق الآن بدنا نكمل مع بعض بحل أسئلة أتدرب وأحل المسائل لحتى نقدر نغطي جميع الأفكار مش بس كم فكرة لأ الكل الآن السؤال الأول اللي أمامي فيه عندي أكثر من فرع بحكيلي ومثل كل من المتباينات الآتية معطيني أول وحدة y أقل من 2x ناقص 1 أنا وظيفتي أمثل هاي المتباينة على المستوى البياني اللي أمامي تعالوا نمثلها أول خطوة في التمثيل يا جماعة بحول المتباينة ريبعطيني إياها السؤال لمعادلة فبحكيله y تساوي 2x ناقص الواحد ممتاز بعد هيك بدي أجيب لك الجدول الجدول اللي هو x و y أول مرة بأخذ للx صفر ثاني مرة بأخذ لل y صفر صح طيب الآن بدي أعوض مكان ال x أول مرة صفر تعالوا نعوض ال y بخليها بعوض مكان ال x صفر فرح تصير 2 ضرب صفر ناقص الواحد هاي كاملة بتروح شو بضل الجواب سالب واحد هي طلعنا قيمة ال y نفس الحكي تعال هالمرة عوض على ال y صفر فرح يصير الصفر تساوي 2x ناقص الواحد هاي كيف دحلها بدي نقول السالب واحد على الطرف الثاني فرح تصير موجب واحد موجب واحد بلغو بعض بيظل عندي واحد يساوي 2x إذن بقسم على معامل ال x قسم على معامل ال x اللي هي بتطلع معك ال x كم قيمتها موجب نص ممتاز صار معك نقطتين سميلي إياهم هاي النقطة الأولى الصفر واللي قبالها إيش سالب واحد طيب النقطة الثانية واللي هي نص واللي قبالها شو يا جماعة مباشرة الصفر تعالوا الآن نشوف وين موقعهم على المستوى البياني لاحظوا إنه الصفر جاي على محور ال x يعني عندي هون السالب واحد على محور ال y السالب هايو هون السالب واحد تقريبا فباجي بحط عندها نقطة بالزبط طيب الثاني نص على ال x وصفر على ال y النص بيجي قبل ال واحد يا جماعة يعني هون وصفر على ال y يعني مكاني وبحط النقطة الآن بدي أوصل بين هذول النقطتين بس بدي أرجع على المتباين الأصلية بس ألحالي هل في تحتها إشارة يساوي لا ما في تحتها إذا ما في تحتها إشارة يساوي بوصلهم مع بعض بخط متقطع زي هي تمام إذا في يساوي بوصلهم بخط متصل الآن بدي أشوف منطقة حل هاي المتباينة وين يا إما بتكون معك لفوق يا إما بتكون معك لتحت طيب السالب كيف بدي أعرف خد النقطة 00 هاي وهي صفر وصفر وين بدك تعوضها بدي عوضها في المتباينة الأصلية إذا طلعت معي صاح طلعوا النقطة وين جاية جاية النقطة فوق المستقيم فإذا طلعت معي المتباينة صحيحة رح أضللها فوق المستقيم باتجاه النقطة 00 إذا طلع ناتج التعويض عبارة مش صحيحة رح أضللها بعكس اتجاه النقطة 00 يعني لأسفل تعالوا تجرب مكان الواي بدأ شيلها بحط صفر أصغر من 2 ضرب الصفر مكان الـx ناقص الواحد إذا الآن 2 ضرب الصفر بتروح شو بضلل الجواب سالب واحد طيب إذا الآن تعالوا نسأل حالنا سؤال هل الصفر أصغر من السالب واحد أكيد لا الصفر أكبر من أي عدد سالب إذا هاي النقطة 00 ما طلعت معي العبارة صحيحة إذا رح أضلل المنطقة اللي عكسها لتحت باجي بعمل زي هيك وهاي هي منطقة الحل اللي بتطلع معنا تمام يا جماعة ممتاز هيك بيكون انتهى حل أول فرع كثير سهل حولتها لمعادلة عملت النقط اللي هو الجدول حسبت النقط ومثلت لك إياهم على المستوى البياني كيف بدي أختبر الحل بشوف النقطة 00 وين موقحها فوق المستقيم ولا تحت إذا كانت فوق وصح بظل الفوق إذا كانت فوق وغلط بظلل إيش تحتها ممتاز تعالوا هسا مع بعض ننتقل للسؤال الثاني بحكي لي 3x-4y أقل من أو يساوي 12 اتفقنا بس يعطيني متباينة أنا مباشرة بحولها لمعادلة كيف بنحولها لمعادلة بس بنشيل رمز المتباينة بحط مكانه إشارة يساوي بس بس طيب إذا أنا بدي الجدول هاي X وهي Y باخذ على الـ X0 وباخذ على الـ Y0 هذا الشغل طلاب أدبي يا جماعة كثير سهل عوض لي على الـ X0 بتروح بظل عندي سالب 4Y تساوي 12 إذن بالقسمة على السالب 4 على السالب 4 بالغبعة بحكي 12 على سالب 4 واللي هي كم يا جماعة سالب 3 ممتاز إذا أنا بدي أعوض على الـ Y0 بس أجي أعوض المرة الثانية على الـ Y0 بتختفي الـ Y بظل عندي مباشرة 3X تساوي 12 الآن شو بدي أعمل؟ يلا على معامل الـ X على 3 على 3 بيروحوا مع بعض إذن مباشرة الـ X شو تساوي 12 على 3 واللي هي كم يا جماعة موجب 4 ممتاز إذن النقطة صارت معك 0 وسالب 3 أول وحدة والثانية الأربعة والمقابلة لإلها واللي هي الصفر ممتاز الآن تعلم أثل لي إياهم بيانيا صفر على الـ X وسالب 3 باتجاه الـ Y يعني لتحت هون هاي السالب 3 بحط عندها مباشرة نقطة إذن بيحكي لك السؤال 4 على الـ X وسفر على الـ Y 4 على الـ X خلينا نعتبر إنها هون هاي هي الأربعة على الـ X وسفر على الـ Y يعني مكاني وبحط النقطة إذا ننتبهوا على المتباينة بس أجي أوصل بناتهم لاحظوا إنه في عندها إشارة يساوي إذن رح أوصل بناتهم بخط متصل زي هيك هل الصفر أصغر من الـ 12؟ أكيد يا جماعة الصفر أصغر من الـ 12 والنقطة الـ 00 كانت فوق إذن تضليلي رح يكون باتجاه هذه النقطة تمام الآن هيك بيكون انتهى حل هذا السؤال تعالوا ننتقل للسؤال اللي وراه يلا يا جماعة ننتقل مع بعض الفرع الثالث من هذا السؤال صح كيف القميص هذا؟ أرتبنا القميص القبري صح؟ طيب يلا ننتقل للسؤال الثالث الآن بحكي لي السؤال معطيني Y أكبر أو تساوي نصف X زائد ثلاث تعلمنا أول خطوة نحول المتباينة لمعادلة صح يا أستاذ؟ تعال حول ليها رح تصير Y بدل المتباينة يساوي الآن النص سواء تركتها زي هيك أو كتبتها زي هيك الثنتين نفس الإشي فأنا بدي أشيلها من الأعشار بدي أكتبها على شكل زي هيك نص X زائد الثلاث أو بيصير عادي الآن بدي أخذ الجدول عشان أعرف قيم X وأعرف قيم Y أي بنحط للـ X صفر وبنحط للـ Y صفر الآن عاوض لي أول مرة على الـ X صفر الـ X يعني صفر صفر ضرب أي إشي صفر فمباشرة قديش قيمة الـ Y رح تطلع جماعة ثلاث بكتب لك الـ Y ثلاث لازم نكون يعني متماكنين من التعويض إحنا طلاب علمي الآن بدي أعوض مكان الـ Y صفر فباجي على الـ Y هاي هاي تحت بدي أحط مكانها صفر تساوي نص X زائد الثلاث الآن أنا بدي أخلي الـ X لحالها فباجي بحكي ناقص الثلاث ناقص الثلاث بروحوا مع بعض بيظل عندي من هذا الطرف نص X يساوي الآن صفر ناقص الثلاث اللي هي سالب ثلاث مزبوط طيب بدي X لحالها فبضرب هاي بثنين وبضرب هاي ذا الطرف بثنين عشان أخطص الاثنين في البسط مع الثنين بالمقام بظل عندي بس X يساوي الثنين ضرب سالب ثلاث واللي هي كم يا جماعة سالب ستة ممتازين هاي عوضنا وطلعنا النقطتين اللي هما النقطة الأولى الصفر مع الثلاث والنقطة الثانية اللي هي السالب ستة مع الصفر تعالوا نشوف تمثيلهم كيف على المستوى البياني بدي أخذ أول وحدة اللي هي صفر على الـ X وثلاث على الـ Y هاي صفر على الـ X اطلع باتجاه الـ Y هنا تقريبا الثلاث ممتاز الآن سالب ستة على الـ X وصفر على الـ Y هذا محور الـ X بس بدنا ياس سالب يعني سالب X وهنا بتيجي معك السالب ستة بتحط عندها مباشرة نقطة ارجعني للمتباينة الأصلية رح تلاقي في عندها والله إشارة يساوي فرح تيجي انت تلقائيا اتوصل بناتهم بخطشو متصل احسنتم طيب الآن بدي أعرف منطقة الحل وين شو لازم أعمل عشان أعرف منطقة الحل بأخذ النقطة 00 بس انتبهوا هالمرة النقطة 00 جاية تحت المستقيم يعني المستقيم فوق وال00 تحت فلما أجي بدي أعوضها النقطة هاي اللي هي 00 إذا طلعت معي صح بظل باتجاهها لتحت إذا طلعت معي غلط بظل لأوين لعكسها لفوق تعالوا نعوض في المتباينة 00 بدي أشيل الواي اللي هان بدي أحط مكانها 0 أكبر من أو تساوي حكينا نص ضرب 0 يعني الصفر ضرب أي شي قديش 0 زائد الثلاث 0 زائد الثلاث واللي هي الثلاث الآن سؤال يطرح نفسه هل الصفر أكبر من أو يساوي الثلاث أكيد لا الصفر أصغر من الثلاث فلاحظوا أن النقطة هاي 00 ما طلعت معي صحيحة إذن ما رح أضلل باتجاهها رح أضلل العكس هالفوق هاي هي منطقة الحل لهاي المتباينة تمام يا جماعة كثير سهل هذا الموضوع إذن بدي أتركي لكم فرع أربعة لأنتو تحلو وتتدربوا عليه كثير سهل تعالوا ننتقل مباشرة للفرع الخامس اللي معطيني فيه قيمة مطلقة كيف تتعامل مع القيمة المطلقة يا أستاذ؟ الآن الأمور طبيعية عندك متباينة حولها لمعادلة وي شيء المتباينة حط يساوي مطلق الأكس زائد الثلاث طيب وبعد هيك أستاذ شو بدي أسوي؟ تأخذ اللي جوه المطلقة وبتساوي ليه بالصفر أكس زائد ثلاث تساوي صفر ونقل الثلاث على الطرف الثاني رح تطلع معك قيمتها قديش؟ سالب ثلاث إذن هون رح يكون أنا عندي رأس الاقتران اللي هو محور التماثل هذا بنسميه الأكس تساوي سالب ثلاث هذا محور التماثل طيب يعني رأس الاقتران تذكروا كيف كنوا نحسب الرأس؟ أنا بذكركم كنا نحكي سالب بي على أم فاصلة السي صح؟ كيف كان شكل المعادلة يا أستاذ أصلا؟ كانت زي هيك بعطيك اقتران أف في الأكس تساوي أ مضروب في القيمة المطلقة لأم الأكس زائد البي وبره عندي زائد سي الآن السالب بي اللي هي الحد الثابت اللي داخل المطلقة اللي هو البي يعني الثلاث صح؟ بس أنا بدي إياها سالب بي فرح أجي خلنا أكتبها جنبها رح أجي أكتبها كيف سالب ثلاث تمام؟ أخدتها هاي ضربتها في سالب صارت سالب ثلاث على الأم الأم اللي هي معامل الأكس لاحظوا الأكس هنا شو معاملها يا جماعة؟ موجب واحد فباجي بحكي على واحد فاصلة عندي السي السي بتمثل الحد الثابت اللي خارج المطلقة لاحظوا أن المطلقة شو ما لها؟ زائد صفر يعني ما في إشي فخلص باجي بحكي لك هنا مكان السي شو بحط صفر وأي شي على واحد بيظل نفسه يعني سالب ثلاث على واحد هي نفسها السالب ثلاث هاي طلعت لك رأس الاقتران تمام؟ معاي رأس الاقتران وهي محور التماثل بس ظل علينا هنا شو نطلع؟ نطلع قيم إكس و واي كيف بدأ طلحهم يا ستاة؟ طلع شوفوا كيف بدأ طلحهم يا جماعة ما بدأ حط صفر و صفر زي اللي قبل ولا بس الحالي قيمة الإكس اللي أنا حسبتها محور التماثل باخذ قيمة على يسارها أصغر منها وباخذ قيمة على يمينها أكبر منها خذ العدد أصغر من السالب ثلاث وليكن مثلا السالب أربعة خذ العدد أكبر من السالب ثلاث وليكن السالب اثنين ممتاز تعال عوض لي إياهم في المتباين في المعادلة هاي هل هي ي تساوي مطلق اكس زائد الثلاث بدي عوض السالب أربعة فرح أجي أحكي لك ي تساوي القيمة المطلقة لسالب أربعة زائد الثلاث قديش قيمتها تساوي الآن سالب أربعة وموجب ثلاث بيطلعوا مع بعض سالب واحد لكن إنت عندك قيمة مطلقة مستحيل يطلع معك جواب سالب فبتحكي القيمة المطلقة للسالب واحد كم واللي هي موجب واحد ممتاز تعالوا نعوض السالب اثنين بنفس الطريقة تعوضها بالمعادلة رح أحكي سالب اثنين زائد الثلاث الآن الإشارات مختلفة إشارة الكبير موجب فبحكي ثلاث ناقص اثنين واللي هي كم واللي هي واحد حتى داخل المطلقة بتصير عند المطلقة الواحد اللي هي الواحد الآن هين طلعت لك النقطتين سالب الأربعة مع الواحد والسالب اثنين مع الواحد الآن بدي أجي أمثلهم على المستوى البياني الآن نلاحظه إنو رأس الاقتران وينو؟ النقطة هاي سالب ثلاث وصفر هي هى هون بتيجي بالزبط الآن سالب ثلاث على الـي وصفر على الواع يعني هاي صفر على الواع مكانك مثلك. هذا هو رأس الاقتران الآن بدي أرسم حكيّنا النقط عندي السالب أربعة مع الواحد السالب أربعة هون بتيجي وهي هنا الواحد وهون عندك السالب اثنين ممتاز السالب أربعة بحكي لي مع الواحد جاية يعني زي هيك هاي السالب أربعة مع الواحد هون النقطة طيب السالب اثنين مع الواحد هاي السالب اثنين اطلع برضو لهون النقطة ممتاز الآن شو باجي بعمل بس بوصل بناتهم حكينا يا جماعة رسمة القيمة المطلقة بتشبه إيش تشبه رقم سبعة بالعربي أو حرف الفي بالانجليزي تمام زي هيك هاي هي رسمة هاي المتباينة بس بيظل علينا يا جماعة آخر شغلة شو هي يا أستاذ بدي أعرف منطقة الحل مش هون إحنا قاعدين منظلل هون أنا وين بدي أظلل في عندي منطقتين إذا أنتوا ملاحظين منطقة داخل الفي ومنطقة خارج الفي كل هاي المنطقة اللي خارج الفي يا إما هي المنطقة الصح يا إما الجوة الفي هي المنطقة اللي صح كيف بدي أعرف بدك تأخذ نقطة وتعوض جرب خدلي النقطة صفر صفر هاي اللي برة طيب الآن لاحظوا هاي النقطة جاي برة حرف الفي فإذا طلعت هاي النقطة صحيحة بظلل كل المنطقة ما عادل لجوة الفي يعني بظلل بس اللي برة ما بظلل اللي جوة طيب وإذا يستاذ طلعت معنا غلط بظلل المنطقة اللي داخل الفي تمام طيب تعالوا نأخذ منطقة خارج الفي واللي هي فلتكون الصفر صفر بدي أعوضها في المتباينة تعالوا نعوض بدي أشيل الواي بدي أحط مكانها صفر أصغر من القيمة المطلقة شيل الإكس وحط لي صفر زائد الثلاث طيب الآن نزل الصفر أصغر صفر زائد الثلاث واللي هي ثلاث صح؟ لاحظوا أنه ثلاث داخل القيمة المطلقة يعني القيمة المطلقة للثلاث كم يا جماعة؟ واللي هي ثلاث الآن شؤال يطرح نفسه هل الصفر أصغر من الثلاث؟ أكيد الصفر أصغر من الثلاث بما أنه هاي النقطة طلعت معاي صح إذن منطقة الحل راح تكون وين يا جماعة؟ كل المنطقة اللي خارج الفي هاي هي منطقة الحل لهاي المتباينة تمام؟ كل المنطقة اللي خارج الفي تمثل منطقة حل ما عادة هاي اللي موجودة عندي داخل الفي قد يا جماعة كثير سهل هذا السؤال عندي بس مطلقة متباينة حولها لمعادلة داخلها قيمة مطلقة نعرف كيف نجيب رأس الاقتران سالب B على M و C بحسب لك الرأس وهي محور التماثل الآن بدك تجيب لي نقطة بأخذ مرة أصغر من محور التماثل ومرة نقطة أكبر منه بطلع معي النقطة جاهزين باجي بوصلهم برسمهم وبوصل بناتهم حكينا كيف بدي يعرف بأخذ نقطة بالخارج أو بالجوة بعوضها إذا صح بضللها غلط ما بضللها تمام يا جماعة؟ جيد؟ الآن تعالوا ننتقل مباشرة للسؤال السادس اللي هو عندي كمان قيمة مطلقة خليني أمسح هاي بس القيمة المطلقة جماعة كثير سهلة أنا ما شرحتها بالفيديو السابق تركتها لمين لحل المت... يعني أسئلة أتدرب واحد للمسائل فخليني أكتبها الآن ونحلها مع بعض اللي هي Y أكبر من مطلق X ناقص واحد Y أكبر من مطلق X ناقص واحد وعندنا كمان ناقص اثنين طيب هاي المتباينة كيف بدي أحلها؟ بدي أجي أنا سادة دارسمها تمام؟ بدي أحولها أول إشي لمعادلة فباجي أحكي Y تساوي القيمة المطلقة لX ناقص الواحد ناقص الاثنين الآن بدي أخذ اللي جوه المطلقة أساويه بالصفر فرح يطلع عندك X ناقص واحد تساوي صفر ونقل السالب واحد على الطرف الثاني رح تصير موجب واحد هذا شو اسمه؟ محور التماثل ممتاز طيب الآن بدي أحسب رأس الاقتران ذكروني شو قانون رأس الاقتران أو شو إحداثياته سالب B على M فاصلة C ممتازين الآن السالب B اتفقنا إن هالحد الثابت اللي جوه بس بضربه في سالب هو أصلا فيه عليه سالب فلما أنت تضرب ليه في سالب رح يقلب لموجب طيب على الـ M M معامل الـ X شو معامل الـ X يا جماعة؟ موجب واحد واحد على واحد واللي هي نفسها واحد صح؟ ممتاز الآن السي السي الحد الثابت الخارج المطلقة اللي هو قديش؟ سالب اثنين هذا هو رأس الاقتران واحد وسالب اثنين طيب طلعت رأس الاقتران وهي معي محور التماثل شو ظل علي أكتب اللي هو الجدول تعالوا نكتبه هاي X وهي Y حكينا ما باخد صفر صفر بهاي الحالة ولا باخد قيمة أصغر من الإحداثي الـ X يعني مثلا قيمة أصغر منها صفر وقيمة أكبر منها اثنين تعالوا نجرب هاي الصفر وهي الاثنين بدي عوضها وين؟ في المعادلة هاي هاي المعادلة يا جماعة في هانا أنا بدي عوض فباجي بحكي لك هدعوض باللون الأحمر رح نيجي نحكي أول مرة بدي أعوض على الـ X فرح يكون عندي داخل المطلقة صفر ناقص واحد وبرة عندي ناقص اثنين الان صفر ناقص واحد واللي هي سالب واحد بس داخل المطلقة وبرة عندي سالب اثنين القيمة المطلقة للسالب واحد بتلغي لك السالب وبتصير عندك موجب واحد طيب 1 ناقص 2 واللي هي كم يا جماعة واللي هي سالب الواحد فباجي قيمة الواي بحكينها سالب واحد إذن كيف بدي أعرف النقطة الثانية برجع نفس الاشي بعوض الاثنين فخلينا نعوضها فوق هاي 2 ناقص الواحد داخل القيمة المطلقة وبره عندي ناقص الاثنين إذن 2 ناقص الواحد واللي هي كم واللي هي واحد ممتاز الآن واحد ناقص الاثنين واحد ناقص الاثنين كم يا جماعة تطلع معاك برضه سالب واحد الآن بدي أجي أرسمها كيف بدي أرسمها خلنرسمها مكان هاي بدنرسمها مكانها نفس الاشي يا جماعة هي قيمة مطلقة فرح يطلع معك رسمتها فيه فتعالوا بس نشوف وين تضليلها كيف بدي أعرف هاي عندي رأس الاغتران هذا هو رأس الاغتران اللي هو النقطة واحد وسالب اثنين واحد على الاكس هون والسالب اثنين على الوا يعني تحت هان السالب اثنين فرأس الاغتران بالزبط هون تمام يعني بدي أشوف النقط شو النقط اللي معاك معاك النقطة الأولى اللي هي صفر وسالب واحد والنقطة الثانية اثنين وسالب واحد الأولى 0 وسالب 1 هي الصفر على الـ X وسالب 1 على الـ Y يعني هون السالب 1 فهي النقطة بحط عندها نقطة إذن النقطة الثانية 2 وسالب 1 2 وسالب 1 هي الـ 2 على الـ X وسالب 1 على الـ Y يعني هون بالضبط بتحط عندها نقطة إذن بدك توصل بيناتهم نفس الأشيي عندي حرف V طالع لفوق وهون برضه طالع لفوق بظل عليك بس إيش تعرف لي منطقة الحل المشتركة كيف تتعرف منطقة الحل تجرب خذ النقطة 0-0 بس لاحظوا يا جماعة هاي المرة انه النقطة 0-0 وين جاية مش خارج الحرف الفي جاية بداخل حرف الفي فلما اجي اعوضها في المتباينة اذا طلعت معي صح بظل المنطقة اللي داخل الفي اذا طلعت معك غلط بظل المنطقة اللي خارج الفي تعالوا نعوضها داخل هاي المتباينة فوق مكان الواي بدنا نعوض السفر اكبر من داخل المطلقة عندما كان الاكس بدي أحط السفر ناقص الواحد سكر المطلقة وبرها عندك ناقص اثنين طيب تعالوا نشوفهون ش رح يصير معاي عندي هاي الصفر اكبر صفر ناقص واحد كم يا جماعة سالب واحد الان سالب واحد داخل القيمة المطلقة القيمة حكينا بتلغي السالب واحد شو بتصير معاك بتصير موجب واحد ناقص الاثنين واحد ناقص اثنين كم واللي هي سالب الواحد صح؟ طيب الآن سؤال يطرح نفسه هل الصفر أكبر من السالب واحد؟ أكيد الصفر أكبر من أي عدد سالب فطلعت معنا ناتج التعويض صحيح يعني عبارة صحيحة والنقطة موجودة داخل حرف الفي إذن رح أضلل المنطقة الموجودة عندي داخل حرف الفي هاي هي منطقة الحل يا جماعة لهاي المتباينة فهمتوا كيف نضللها؟ بظلل بس المنطقة اللي داخل الفي اللي برا مش هي منطقة الحل اللي بدنا إياها فأخلاص هيك لا الآن بيكون انتهاء حل هذا السؤال اللي هو السؤال رقم 6 الآن تعالوا ننتقل للسؤال اللي وراء اللي بيكون معطيني فيهم متباينتين الآن يا جماعة من عندي السؤال السابع وطالع رح يصير يعطيني متباينتين أو ثلاث متباينات أنه أنا أرسمهم فهسا بدي أحيل هذا السؤال أمامكم لاحظوا شو بدي أعمل؟ عندي متباينتين أكيد رح أحولهم لمعادلتين صح ولا لأ؟ نبلش في الأولى اللي هي Y بشير المتباينة بحط يساوي سالب ثلاث X زائد الأربعة إذن بحط الثانية جنبها هاي بحكي X زائد ثلاثة Y بشير المتباينة بحط يساوي سالب ستة هذا الخوات بحطهم جنب بعض طيب إذن بدي أخذ جدول جدول لـ X عشان أعرف قيم X و Y فبحط هنا صفر وبحط تحت صفر يلا على التعويض مكان الـ X بديك تعوض صفر فرح تختي في الـ X رح يظل عندك مباشرة Y قديش قمتها واللي هي موجب أربعة فأجيبه هون بحكي لك Y أربعة إذن العكس بدي أعوض على الـ Y صفر فتعالوا ننزلها لهون رح تصير عندك قيمة الـ Y صفر تساوي سالب ثلاثة X زائد الأربعة الآن بدي أتخلص من العدد أول الشي بنقوله على الطرف الثاني بحكي ناقص أربعة ناقص أربعة بيظل عندي سالب أربعة تساوي سالب ثلاثة X الآن بالقسم على معامل X واللي هو سالب ثلاثة على سالب ثلاثة بروح مع بعض بيظل عندك الـ X شو بتساوي سالب أربعة سالب ثلاثة لكن السالب بيلغي للسالب بظل عندي مباشرة جوابها كم يا جماعة واللي هو الأربعة على ثلاث الآن نطلع معاي نقطتين النقطة الأولى اللي هي الصفر والأربعة والثانية اللي هي أربعة على ثلاث مقابلها الصفر تعالوا نسمهم صفر على الأكس وأربعة على الـ Y هاي صفر على الأكس وأربعة على الـ Y هون تقريبا طيب الثانية أربعة على ثلاث كم الأربعة على ثلاث أربعة على أربعة واحد طب أربعة على ثلاث المقام زغر اللي هو اللي تحت المقام زغر فبالتالي الناتج رح يكبر فرح يكون واحد وإشي يعني واحد فاصلة اثنين واحد فاصلة ثلاث يعني بين الواحد وبين الاثنين فبالتالي لو اعتبرت هون الواحد وهون الاثنين هي رح تكون النقطة بناتهم هون تمام الآن لاحظوا انه أنا في عندي في هاي المتباينة ما في إشارة يساوي ولا في واحدة فيهم فبالتالي رح نوصل الثنتين بخط متقطع ممتاز زي هيك تمام الآن بعد ما رسمناهم بخط متقطع بدي أعرف منطقة حل هاي المتباينة كيف بدي أعرف منطقة حلها بدي أخذوا لنقطة صفر صفر أعوضها داخلها هاي المتباينة عوضلي في داخلها صفر صفر شوفش رح يطلع معك مكان الواي داك تحط لي صفر أقل من سالب ثلاث ضرب الصفر شو رح تصير صفر ممتاز زائد الأربعة الآن صفر زائد الأربعة واللي هي بتظلها أربعة نقطة بايك هاي أربعة الآن الشغل يطرح نفسه هل الصفر أصغر من الأربعة أكيد الصفر أصغر من الأربعة والنقطة صفر صفر كانت تحت المستقيم إذن رح أضلل باتجاه هلوين لتحت هين طلعت رسمة المتباينة الأولى لسه ما خلصت عندي كمان شغل على المتباينة الثانية نفس الشغل اللي اشتغلناه ترى يعني ما في إش جديد بس اللهم إنه أنا بعمل الشغل كم مرة مرتين بدل مرة واحدة باجي على المتباينة هاي هاي بدها جدول اكس وواي بدها كمان نقطتين صفر وصفر عوضلي على الاكس صفر بتختفي بظل عندي ثلاث واي تساوي سالب ثلاث بقسم على معامل الواي بقسم على معامل الواي بروح مع بعض سالب ستة على ثلاث قد يسو رح تطلع معك واللي هي سالب اثنين ممتاز الآن بدي عوض ثاني مرة على الواي صفر الواي رح تختفي رح تضل معك اللي اكس مباشرة كم قمتها واللي هي سالب ستة ممتاز الآن شو النقطتين هستا اللي صاروا معاك صارت معك النقطة الاولى صفر سالب اثنين اقبالها النقطة الثانية سالب ستة اقبالها صفر تعالوا رسمهم صفر وسالب اثنين صفر على الاكس سالب اثنين على الواي هون تقريبا بحط عندها نقطة طيب السالب ستة على الاكس وصفر على الواي هذا محور الاكس بس بدي اياه السالب يعني هون تقريبا السالب ستة والصفر يعني مكاني وبحط عندها نقطة الآن حكينا ما في عندها إشارة يساوي إذن رح نوصلهم مع بعض بخط شماله بخط متقطع ممتاز يلا بدي يعرف منطقة حلو كيف بدي يعرف منطقة الحل خذلي النقطة صفر صفر عوضها النقطة صفر صفر أعلى من المستقيم يعني لفوق فإذا طلعت صح بظلل لفوق غلط لتحت تعالوا نعوضها تحت عندي هنا الصفر مكان الاكس زائد ثلاث مضروبة في الصفر أكبر من السالب ستة الآن هاي صفر وهاي صفر صفر زائد صفر والله هي صفر هل الصفر أكبر من السالب ستة أكيد الصفر أكبر من أي عدد سالب فبالتالي التطليل رح يكون معي لوين لفوق هيك أنا بكون ضللت هذول المتباينتين يعني لاحظوا يا جماعة في منطقة مشتركة الحل واللي هي وينها هاي بالنص منطقة مشتركة لهذول المتباينتين فبحكي هاي هي منطقة الحل المشتركة هاي المنطقة كاملة هي بسميها منطقة الحل المشتركة طيب هيك بيكون انتهى حل هذا السؤال اللي هو رقم سبعة تعالوا نشوف مع بعض السؤال الثامن ننتقل الآن للسؤال رقم ثمانية لاحظوا السؤال نفسي يا جماعة معاي متباينتين إذن مباشرة هذول شو منعتبرهم خوات وبنحطهم جنب بعض بعد ما نحاولهم لمعادلات طبعا هاي خمسة واي بدل متباينة بحط يساوي خمسة بنحط أختها جنبها ثلاث اكس ناقص واي تساوي ستة طيب تعالوا اعمل لي جدول لهاي اكس واي صفر وصفر وبعمل جدول لهاي اكس واي وكمان صفر وصفر خلاص ايدنا أخذت على الحل الآن بدي عوض على الاكس صفر فبتروح الاكس بظل خمسة واي تساوي خمسة بالقسمة على معامل الواي اللي هو خمسة فبتروح الخمسة مع الخمسة إذن بظل واي تساوي خمسة على خمسة أي شي تقسيم نفسه كم يا جماعة واحد إذن واي شي بتساوي اقوض لي على الواي واء على الواي بدي عوض صفر هاي الواي وعوض ما كان الصفر بتروح بتظل اثنين اكس تساوي الخمسة الآن كيف بدي أقاحلهاي بقسم على اثنين على اثنين بروح مع بعض اللي هي الاكس قديش قمتها خمسة على اثنين ممتاز هاينا طلعنا النقطتين اللي معانا تعالوا نكتبهم الصفر قبلها واحد خمسة على اثنين وقبلها الصفر ممتاز الآن تعالى نرسم هذا المتباينتين مرة واحدة هاي عندي الصفر على الاكس وواحد على الواي الصفر عم يحور اكس اطلع على الواي باتجاه الواحد وحط لي عندها نقطة ممتاز الآن خمسة على اثنين كم من خمسة على اثنين معك خمس دنانير بدك توزحهم عليك وعلى صاحبك كل واحد قداش بأخذ دينارين ونص دينارين ونص مظبوط طيب فخمسة على اثنين رح تكون قيمتها اثنين ونص فانا عندي هون الاثنين وعندي هون الثلاث اكيد الاثنين ونص رح تيجي بين الاثنين والثلاث فبحط هون النقطة لانها جاي على محور اكس وصفر على الواي يعني بالزبط هون ارجع على المتباينة الاصلية عندها يساوي والله يستاذ في عندها خلص مباشرة دك توصل بناتهم بخط متصل ممتاز كي بدك تعرف منطقة الحل بدك توخذ النقطة صفر صفر طيب النقطة صفر صفر جاية تحت المستقيم فبس اعوضها وتطلع صح بدك اظل اللي تحت هاي المتباينة عوض لي مكانها صفر صفر مكان الاكس رح يصير ايو ثنين في صفر زائد مكان ربا يحط لي صفر خمسة في صفر اصغر من او يسابي الخمسة صفر هون وصفر هون بيروح مع بعض بيظل عندي صفر اصغر من الخمسة الان الشؤال يطرح نفسه هل الصفر اصغر من الخمسة اكيد اذا منطقة التضليل تبعتنا يا جماعة راح تكون للاسفل ممتاز هاينا حسبنا او ظللنا اول متباينة المتباينة الثانية كيف بدي اجي احسبها بدي اخذ هسا كمان نقطتين هاي نقطة الاول مرة على الاكس صفر بتروح بيظل عندي سالب واي تساوي ستة ما بينفعل واي تكون اشارتها سالبة فبعطي السالب للعدد اللي موجود عندي هون صح؟ لانه هاي كاملة راحت صارت صفر فبيظل عندي سالب واي تساوي ستة بس انا ما بدي سالب واي بدي الواي فباجي بعطي السالب للعدد بتصير عندك قدش قمتها الواي سالب ستة وصلت؟ طيب الان بدي عوض على الواي صفر اذا الواي كاملة راح تختفي راح يظل عندك ثلاثة اكس تساوي ستة كيف بدي احسبها يا استاذ؟ بقسم على معامل الاكس على ثلاث يعني بروحوا مع بعض اكس مباشرة شو تساوي ستة على ثلاث كم ستة على ثلاث واللي هي مباشرة اثنين احسنتم الان بدي اكتب لك النقط النقطة الاولى اللي هي صفر على الاكس واللي قبالها سالب ستة على الواي النقطة الثانية اثنين على الاكس واللي قبالها صفر على الواي تعال مثل لي اياهم صفر وسالب ستة على الواي هاي صفر على الاكس سالب ستة على الواي يعتبرها هون هاي السالب ستة على الواي النقطة الثانية اثنين على الاكس وصفر على الواي اثنين على الاكس هيها وصفر على الواي يعني مكانك وحط النقطة بس ارجع للمسألة المتباينة الأصلية لاحظوا ما في عندها إشارة يساوي إذن راح نوصلها بخط شماله يا جماعة بخط متقطع ممتاز هاي انتبهوا منها هاي نوصل المتباينتين بخط شماله يعف المتباينة هاي بخط متقطع طيب إذا نريد أن يعرف منطقة الحلة هاي إلى وين؟ هاي النقطة 00 جاية فوق المستقيم فإذا عودتها وتلعت صح إذن بضلل لفوق هاي النقطة 00 عود على الـ X هنا خلينا نعوضها عوض على الـ X0 راح تصير 3 ضرب الصفر ناقص على الـ Y0 أقل من الـ 6 هاي صفر وهاي صفر هل الصفر أصغر من الـ 6؟ أكيد إذن بما إنها صح راح أضلل باتجاهها لوين يعني؟ لفوق بضلل من بدايتها لفوق هاي هي منطقة حل هاي المتباينة إذن أنا بدي منطقة الحل المشتركة بين الثنتين من وين لحظوا يا جماعة بلشت؟ بلشت منطقة تحمى بعض من هون هاي هاي هي كاملة بتكون عندك منطقة الحل المشتركة بناتهم وصلت يا جماعة كثير سهل هذا السؤال فلإنه سهل واللي وراك كمان سهل راح أتركي لكم سؤال 9 أنتوا تتدربوا عليه واللي بحب أتأكد له ببعثي لي على الـ WhatsApp الآن راح أنتقل مباشرة للسؤال العاشر خلينا نحله مع بعض الآن يا جماعة بدأ نتقل مع بعض للسؤال العاشر بس لاحظوا في السؤال العاشر أعطاني متباينتين واحدة فيهم في بداخلها مطلقة والثانية Y أقل من X الآن هذول الثنتين كيف بدأ نمثلهم بيانيا؟ لاحظوا يا جماعة كثير سهلين خلينا نأخذ هذا السؤال نحويها لمعادلة الأولى اللي هي Y الشي اللي المتباينة حط يساوي مطلق الـ X زائد الأربعة وبره عندك زائد أربعة الثانية هاي حكينا أخوات صح؟ بحط أختها جنبها بدل Y أقل من X بتصير Y تساوي X ممتاز تعالوا نحل الأولى الأولى من فيها مطلقة طب كيف بدأ حلها يا أستاذ؟ حكينا بأخذ اللي جوة بأساويها بالصفر X زائد أربعة تساوي صفر وديها على الطرف الثاني رح تسير X بس بعكس شارتها يعني سالب أربعة هاي طلعنا محور التماثل ممتاز بعد هيك بدي أطلع لك رأس الإقتران ذكروني شو إحداثيات رأس الإقتران سالب B على M وفاصلة C سالب B على M كيف بدي أحسبها؟ سالب B الـ B اللي هي الحد الثابت داخل المطلقة الحد الثابت عندي أربعة بس أضربه في سالب شو رح يصير معي؟ سالب الأربعة ممتاز الآن الـ C الـ C اللي هي الحد الثابت بس اللي خارج المطلقة الـ C الحد الثابت خارج المطلقة الـ B الحد الثابت اللي داخل المطلقة والـ M اللي هي هاي الـ M اللي هي واحد صح؟ اللي هي معامل الـ X فأنا هنا باجي بحكي إليك سالب B اللي هي يعني سالب أربعة على الـ M اللي هي الواحد فبيضل نفسها اللي هي السالب أربعة صح طيب السي معك اللي هي لحد في ثابت اتفقنا واللي هي كامية جماعة أربعة هاي هي إحدافيات الرأس رح يكون عند النقطة سالب أربعة وأربعة يعني لهيها عند الـ x تساوي سالب أربعة هاي محور x هاي السالب أربعة خناتبيرها هون هاي السالب أربعة فهون رح تكون النقطة طيب إذا نبدي أحسب الجدول اتفقنا احنا بالقيمة المطلقة ما بحط صفر و صفر صح ولا شو بحطوا سالب ذكرنا باخد عدد أصغر من السالب أربعة لأن هذا محور التماثل اللي هو x باخد عدد أصغر منه و عدد أكبر منه شو في عدد أصغر من السالب أربعة السالب خمسة عدد أكبر منها السالب ثلاث تعال ارجع عوض لي ياهم في المعادلة في المعادلة هاي صح طيب خلينا نعوضها وين هون بدي عوض هسا على الـ x بدي أحط مكان هاي عندي قيمة مطلقة مكان x شو بدي أحط اللي هي السالب خمسة زائد الأربعة وهون عندي كمان بره إيش زائد أربعة مظبوط طيب الآن سالب خمسة زائد أربعة سالب خمسة زائد أربعة بتعطيك سالب واحد داخل القيمة المطلقة زائد الأربعة الآن قيمة مطلقة جوتها سالب واحد شو رح تصير معك مباشرة موجب واحد لأن القيمة المطلقة بتلغي أي إشي سالب فبظل عندي بس 1 زائد 4 واللي هي كم؟ ووجب 5 فباجي هون بكتب لك قيمتها لل y 5 طيب لما تكون ال y سالب 3 قديش قيمتها؟ هاي المعادلة بدي عوض على ال x سالب 3 خلو نعوضها هون عندي قيمة مطلقة للسالب 3 زائد ال 4 وبره عندك زائد 4 الان عندي جوة سالب 3 زائد 4 يعني 4 ناقص 3 1 القيمة المطلقة لل 1 بتظلها 1 ف1 زائد ال 4 اللي بره واللي هي كم يا جماعة؟ برضو طلعت معي 5 الان صار معك نقطتين تعالوا رسمهم ماشي خليني نرسمهم هاي عندي النقطة الاولى سالب 5 و 5 5 اللي هي على ال y وسالب 5 على ال x وعندي سالب 3 برضو على ال x وهي هي السالب 4 طيب سالب 5 على ال x و 5 على ال y خلينينا نمسح هاي التعويض اللي فوق خلص عرفنا قدش قيمتها بتلزمناش بسة هاي السالب 5 مع الخمسة هون النقطة وهي السالب 3 مع الخمسة وبرضو هون النقطة الان بدي اوصل بناتهم صح؟ طيب بدي ارسم المتباينة الثانية اللي هي صارت عندي هسا المعادلة y تساوي x الان يا جماعة متى ال y تساوي x؟ سؤال متى ال y تساوي x؟ هذا محور y وهذا محور x متى بيكونوا متساويين بالزبط ارجع 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 عند النقطة 0 هاي احداثي ال y 0 احداثي ال x 0 فبيكونوا متساويين بالزبط عند النقطة 0 فهاي اذا بدي اجي احلها مباشرة بقولك خلاص جوابها 0 كيف يعني استاذ حليتها هيك؟ شو يعني 0 يعني تعال من عند النقطة 0 واعمل عندها بس تلاحظوا انه ما في عندها يساوي فبدي اعمل الخط وتقطع استاذ انا ما فهمت هاي النقطة ولا انا استاذ طب شو بدي اعمل طلع رح تيجي هسا انت تعمل لجدول ماشي x و y رح تاخذ لي هنا 0 رح تاخذ لي هنا 0 رح يطلع معك الثنتين اصفر فرح تيمسح لي هاي بيظل عندك الصفر لما تعوضها مكان ال x رح تصير y قديش صفر طب خذ لي هنا عدد ثاني غير ال x خذ لي مثلا اي عدد واحد رح يطلع معك قيمة ال y برضو قديش واحد هاي ال واحد اطلع مباشرة قديش صورتها واحد فهاي صارت النقطة وهاي النقطة اللي هي 0 وصل بنانتهم رح يطلع معك نفس الرسم فانت خلاص ريح راسك مباشرة لما تشوف y تساوي x تيجي عرص نيك من النص بتعمل هيك خط طيب الان بدي اشوف منطقة حل هذا المستقيم اللي هو الخط هذا ما بنفع هنا اعوض النقطة صفر صفر ليش لانها جاية بالزبط على المستقيم فبتاخذ نقطة غيرها جرب خذ هاي مثلا اللي هي عبارة عن واحد على ال x وصفر على ال y تعاوض ليها في المتباينة تبعتها مكان ال y بدي اعوض الصفر اقل من ومكان ال x بدي اعوض ال واحد هل الصفر اصغر من واحد اكيد وهنا المنطقة فبالتالي رح اضلل لهون مزبوط ممتاز الان تعال نشوف هاي القيمة المطلقة في عندي منطقتين يا يما جوه الفي يا يما بره الفي كيف بدي اعرف خذ النقطة صفر صفر عوضها النقطة صفر صفر بره فاذا طلعت معي صح ما ناتو بظلل بره في المتباينة هاي مكان ال y شو بدي احط صفر اصغر من او يساوي مكان ال x بديك تحط صفر صفر زائد الاربعة واللي هي اربعة اربعة داخل المطلقة بتظلها اربعة صح زائد الاربعة اللي بره اربعة زائد اربعة كم واللي هي بتطلع معك ثمانية الان سؤال هل الصفر اصغر من الثمانية اكيد وما انها طلعت صح وبره المنطقة فباجي بظلل جميع المنطقة الموجودة معي بره حرف الفي خربي اشتلعت معنا يلا الان وين منطقة الحل المشتركة بناتهم بتبلش بعد المستقيم ها هون منطقة الحل بتصير مشتركة فهي هي اللي انا بدور عليها وصلت يا جماعة هيك بنكون حللنا مع بعض السؤال العاشر باقي الاسئلة فيه كمان سؤالين عن قيمة المطلقة كثير سهلين نفس الطريقة بس بيظل علينا اخر سؤال واللي هو اللي بيكون فيه ثلاث متباينات هاد لو بدي اشرح لكم فكرة وهيك على السريع يعني خليني بس امسح هاي مش رح احلها بس رح احكي لكم الفكرة لانه صار وقت الحصة شوي طويل فانا حالها هون اللي هي معك y اكبر من x بتحولها انت لمعادلة بتصير y تساوي x وعرفنا كيف رسميتها خط هيك في النص الثانية 2x اقل من 6 بتحول ليها لمعادلة 2x زائد y تساوي 6 بتطلع للجدول x و y تحط هنا صفر وهنا صفر وبتحسبها والمعادلة الاخيرة نفس الاشي 2x زائد الخمسة y تساوي 10 برضو نفس الحاكي بتعمل لي x و y بتحط لي صفر و صفر وبتحسب لي ياهم قداش والنقط اللي بتمسكهم بترجع بترسم لي ياهم على المستوى البياني رح تطلع معك الرسمة دعني نرسمها هون دعني نمسح هاي شوي رح تطلع معك الرسمة زي هيك اللي هي هاي المستوى البياني رح تطلع معك الرسمة أول واحدة اللي هي y تساوي اكس حكينا بتيجي من النص زي هيك صح؟ طيب الآن الثانية رح تيجي معك بخط متقطع هيك والثالثة رح تيجي معك بخط متقطع هيك الآن بدك تحسب لي منطقة الحل فرح تطلع معك منطقة الحل هاي كاملة الموجودة عندك هون تمام؟ انتو بتتدربوا على حلها هاينا أنا حكت لكم كيف الطريقة فكثير سهلة وهيك تطلع معك شكل الرسمة بس شوي انتو بترسموها أدق الآن هيك بنكون خلصنا حل جميع الأسئلة والأفكار الموجودة في هذا الدرس ان شاء الله الفيديو الجاي رح نبلش بالدرس الجديد واللي هو البرمجة الخطية والله يعطيكم ألف عافية